موسيقى لمدة 14 سنة كنخدم مع أطفال في وضعية شارع الأطفال لي كيتم الإحالة ديالهم علينا والحمد لله إحنا يعني حققنا مجموعة ديال النتائج مع الأطفال هذا ولكني باش للجمعية تهكم علينا بادة 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 السوفية ديالها وعدم يعني استيوفاء لنا بالأزور ديالنا إحنا والمستحقة ديالنا لسنسس ديالنا مجموعة ديال الأشياء وكتزيدة أنها كانت قطع علينا الصالر ديالنا من لمدة دبار تقريبا من دجنبير 2018 لحدود الساعة صار حارة إجحف حقنا وإحنا هاد الوقفة عدي هي غير جات ماشي جات غير بوحدة مي جات المجوئلة لأنه كانت مجموعة ديال جلست معهم وقدرنا مجموعة ديال اللقاءت معهم اللي لم تتمير بأي شيء ما أعطتنا حتى شي نتيجة إيجابية لذلك قدرنا هذا الوقفة هذه باش أننا نطلبه بحقنا وحنا ما كان نطلبه بشي عاجة كان نطلبه بحقوقنا كناس مستخدمين داخل جمعيات آنير أنها تعطينا حقوقنا ولا إله إلا الله هذا الشيء اللي كي يدرها صراحة رأى الرسول عليه الصلاة والسلام تيقول أعطي الأجير أجرق بالمينش في عرق وحنا رأى ماشي نش في عرقنا احنا رأى خنز عرقنا بهذا المعنى نحن عرقنا خنز عطار ريحة وحشومة وعيب وعار إلا كتفكر هذه الجمعية أنا نحن نقف معها باش أننا نخدمو وعاد الأطفال هؤلاء في وضعية صعبة نساعدوهم وندمجوهم علش بغا تشرد نحنا علش بغا تشرد الأسر دينا نحن رأى أرباب الأسر نحن كنصرفوا على أسر دينا نحن اللي هزين الأسر دينا نحن هزين ريوسنا وعيب وحشومة رأى عيب وحشومة رأى فقيدوا شيء إلى يعطي إلا قد نشدنا واحد طفل من الشارع باش نخدم معها جمعية ونزوه ونوقفهم هاتي كبرحة نزوجهم تحتولوا تنتمجوهم جموعات الميادين وحنا ضيعنا رأى الله سبحانه وتعالى لغادي ياخد الحق المتطلبة دينا لدينا سادو ما بغينا من نموال وبينا بغينا الأجور دينا كلا وحوفينا بالعربية كل وحد كلا وحنا عند واحد لا ما كن يشفلوش لا ما دخلوش لنا لا هدا ولا هدا ولا هدا 12 سنة وحنا خدمين مع هاد الناس من أجل الطفولة 12 سنة وحنا ليحين وليدتنا 12 سنة وحنا ليحين عائلتنا وخدمين مع الطفولة لأن حتى الأطفال في وضعية صعبة والأطفال الشوارع ولا غيرهم وغيرهم رغم أولادنا وولادنا كاملين خصنا أكيد نقدون يوم يد المساعدة 10 سنين كنا مزيانين 4-3 سنين لآخرة ولو كي كيرفسوا فينا ولو كي مرمدونا نحن من المؤسسيات الجمعية دي الأنير لمساندة الأطفال في وضعية صعبة نحن من المؤسسين ديالا ونحن من بداية الجمعية اليومين دوكين الأصدقاء ديالي المؤطرين اللي معايا من قبل يعني بالأخر كي جازيونا بالطرد كي جازيونا بالتماطل ديال شهور كيقولوا لنا اللي بغي يصبر يسبل اللي بغي يصبر يبشي بحاله هذي غي جمعية هذي جمعية مدعمة من جميع الأماكن ونقولوا لأنقلوا لأماكن جمعية مدعمة وجمعية وجمعية شرطوا العمال اللي معانا شرطوا الحراس اللي معانا اليوم째 كنا واجدوا في هذه الوقفة الاحتجاج هي تضامنا مع مستخدمات ومستخدمي جمعية Іآنير لحماية الطفولة في وضعية صعبة هذه المستخدمين ومستخدمات لكي يعاني من الحيف ديالها الإدارة ديالها المجلس الإداري اللي مسؤول حيث أنهم تقادروا في الأجور ديالهم منذ شهر ديجمبر 2018 ما تصريحات بالأجور لدى الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي لا تحترم القانون ويتم تلعب فيها بل تم توقفها منذ شهر 8-2019 توجه تصرفات تعسوفية وهذا بطرد جماعي لمجموعة من العضوات في المكتب النقابي لأنهم لأنهم شوف الطريق التي وقدها العمالة ديزقان وهي محاربة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل وإحنا كانوا عن جد التضامن مع المستخدمات والمستخدمين في هذه المحطة وفي المحطات القادمة إن شاء الله دفاعا عن حقوقهم حتى النصر بحول الله